السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة المهندسين الوطنيين النهاردة هنتكلم عن موضوع شاغل الرأي العام المصري والسوداني هنتكلم عن سد النهضة او سد الالفية في البداية نهر النيل لازم نستعرف انه طوله 6700 كم له رافدين اساسيين هو النيل الازرق والنيل الابيض النيل الازرق بيجي منه 85% من مياه النيل طب نرجع بالتاريخ الورى شوية لسنة 1929 وقعت مصر وبريطانيا اتفاقية بخصوص نهر النيل الاتفاقية دي بتدي مصر حق الفيتو على اي مشروع يقوم على نهر النيل ويؤثر على حصة مصر وخصوصا في دول المنبع طب 1959 وقعت مصر والسودان على اتفاقية عززة موقف مصر لانها منحت مصر حق 50% من مياه النيل طبعا كان فيه اكتر من محاولة الانشاء سدول على نهر النيل من ايام الامبراطورية الاسيوبية وطبعا كانت كلها بقت بالفشل بتبق بالفشل قبل كده الهدف من قامة سد النهضة على مأزام الحكومة الاسيوبية بتقول ان توليد الطاقة الكهربائية هما بيقولوا ان هما هيعايزين ينتجوا 6000 ميجاوات كهرباء بناء على الكلام اللي الحكومة الاسيوبية بتقولوا لان عدد سكان اسيوبية 120 مليون نسمة ومعظم السكان او 66% بالتحديد من سكانهم عايشين بدون كهرباء طبعا موضوع سد النهضة ده بالنسبة لمصر موضوع مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة او موت ومسألة وجودية لان احنا عارفين ان 100% من احتياجات مصر من المياه جاية من نهر النيل 85% من مياه نهر النيل جاية من نيل الازرق اللي هو جاي من اسيوبية ساعة خزان سد النهضة 74 مليار متر مكعب الخلاف المصري السوداء الاسيوبي على كيفية تشغيل اسيوبية للسد والفترة المفروض اسيوبية تملى فيها البحيرة السد مصر عايزة البحيرة تتميلي في فترة 10 سنوات ومرعاية سنوات الجفاف اسيوبية بتعتبر الموضوع موضوع سد النهضة ده موضوع وحق سيادي والمفروض ان اسيوبية لوحدها هي اللي تقرر كيفية تشغيل السد وهتملى في وقتها ده والكلام ده كله طبعا اسيوبية عندها مشاكل داخلية كبيرة جدا ابي احمد بيحاول ان هو يصدر مشاكله لمصر بيحاول ان هو يحشد الشعب الاسيوبي ان في عنده عدو بيواقف قدام التنمية بتاعته ان العدو ده هو الشعب المصري او الجيش المصري ان احنا اللي وقفين قدام التنمية بتاعتهم طبعا احنا ما عندناش مشكلة في تنمية اسيوبية واي دولة اخرى لكن المشكلة ما تباش تتعارض مع وجود انا يعني انا الموضوع بالنسبة لي موضوع حياة اموت مش موضوع تنمية انت هتعمل تنمية عندك بس هتموت الشعب المصري لا احنا متكلم ان احنا يبقى فيه حل او اتفاقية ملزمة للجانب الاسيوبي وعننا انا شخصيا رافض فكرة ان يبقى فيه اتفاقية خاصة بالسدود انا من روجة نظر انا انا مباش في حاجة سماع ساد ومباش في حاجة تمنع مية انها توصل لمصر الانهائي لان فيه تركيا والعراق وسوريا عملوا اتفاقية سنة السبعة وتمانين النهاردة نهر الفراط يعتبر جاف ونسبة المية قلت فيه بنسبة خمسة متر عن المعدل الطبيعي بتاع نهر الفراط وكانت الاتفاقية ملزمة بالنسبة لتركيا ان هي تمرر خمسمائة متر مكعب من المياه لكل ثانية لسوريا دلوقتي ما فيش الكلام ده تقريبا بتمررها متين متر مكعب في الثانية يعني اكتر من نص الكمية هي وسد النهضة اساسا ممكن يواجه خطر الانهيار بالنسبة خمسين في المية يعني خمسين في المية ممكن السد ممكن ينهر لان مبني في مكان غير مناسب لاقامة السدول لانه يحتوي على فوالك ارضية كبيرة ومعامل الامان المنخفض للسد السد له معامل الامان المنخفض جدا كان فيه لجنة جاءت سنة 2011 من الولايات المتحدة امريكية والبنك الدولي واللجنة الدولية اول ما شافت السد وعملت معاينة للسد قالت ان اللجنة ان معامل الامان للسد عشيء كارثي ومرعب ومخيف يعني السد ممكن يكون معرض للانهيار طب في حالة تعرض للانهيار اللي ممكن يتم هيتعمل موجة مية وخمسين كيلو متر وارتفاع بارتفاع خمسة وعشر متر هتضمر السودان تماما يعني هيبه فيه موجة من المية طبعا انت متخيل اربعة وسبعين مليار متر مكعب من المياه خلف سد النهضة تنزل كلها مرة واحدة كتلة من المياه دي كلها تنزل بالارتفاع ده كله على السودان هتعمل موجة بعرض مية وخمسين كيلو متر وارتفاع خمسة وعشر متر طبعا هتضمر السودان تماما نهيك طبعا ان هما بيقولوا كهرباء السد ان هما السد هيولد ستة لاف ميجا كهرباء معلش كان المفروض المخطط انه تركب ستاشر توربينا دلوقتي الكلام ده ما تمش هيركب مفروض انه هيركب حداشر توربينا وده معناه ان كمية الكهرباء اللي هتتولد من السد تقريبا أربع تلاف ميجا ده في حالة ان السد هيبه مليان على آخر يعني في حالة ان السد باستمرار مليان لآخر في الحالات العادية والطبيعية الكلام ده مش هيتبع كمية الكهرباء اللي تتولد من السد ألفين ميجا فقط يعني 2000 ميجا فقط ده الكمية الكهرباء اللي هتتولد من السد فده معناه ان فيه تصميم بتاع السد فيه مشاكل الاسيوبيا نفسها عندها مشاكل طبعا الناس بقالها يومين عمالها تتكلم عن تكفيف الممر الاوسط هل تم تكفيف الممر الاوسط ولا لا للسد لان طبعا المفروض ان هم يبدأوا صب عشان خاطر يبدأوا ملو في شهر يوليو القادم علشان خاطر التعباية التانية للسد طبعا هم ملو التعباية الاولى كانت خمسة مليار متر مكعب المفروض التعباية التانية بتاعتهم 13 مليار متر مكعب هم طبعا بيتم التعباية في شكل واحد بدون اتفاق وبدون اي شيء طبعا لو تمت التعباية التانية ده وبدون اتفاق فتبقى هبقى من الصعب جدا ان هو هيبقى في اتفاق بعد كده طبعا هنبقى على طول تحت رحمة اسيوبيا باستمرار فالمفروض ان هو في الفترة اللي جاية دي يتم فيه اتفاق مصر لحد اخر لحظة اتفاق بالحل الدبلوماسي والحل السلمي لكن البوادر ان فيه اندلاح حرب او موجة لتدمير الساد هتتم ان شاء الله يعني ده اللي انا شايفه ومتوقعه في خلال الفترة القريبة دي لان اسيوبيا متعسفة ومتعنتة ومن الاخر كده واخدى موقف سلبي من مصر واخدى موقف سلبي من السودان حتى نفسها ان هي هتبقى هتحكمنا في الفترة اللي جاية او بتعتبر نفسها ان المية دي هتبقى هي مسكة حنفيت المية اللي هتحكم فينا بس المرافل فترة اللي جاية واحنا هنبقى تحت ارادتها وده طبعا مش هيحصل لان طول على طول الزمن من الاف السنين نهر النيل بيجري المصر يوم ما يا ربنا خلق الدنيا ونهر النيل بيجري لحد مصر وهيفضل يجري لحد مصر لحد قيام الساعة لان من علامات قيام الساعة جفاف نهر النيل وده طبعا مش هيحصل غير لما قبل ساعة متقوم فانا شايف ان شاء الله والبوادر بتقول وكل المؤشر بتقول ان سد النهضة هينضر لانه في السودان سد الروسيروس على فكرة بدأوا في ان هما يصرفوا المياه خلف البحيرة بتاعته البحيرة بتاعت سد الروسيروس بتستوع بستة مليار متر مكعب في الفترة الاخيرة بدأوا كان في حد يسمع في جريدة الشروق لمدير سد الروسيروس من يومين وكان بيتكلم ان احنا بدأنا ان احنا نصرف المياه خلف البحيرة فده معناه ان طبعا ما بتصرف المياه خلف البحيرة انت عندك سد النهضة حاجز دلوقتي حوالي 4 مليار وتسعة من عشرة او سبعة من عشرة متر مكعب من المياه ففي حالة ان نضرب سد النهضة كمية المياه دي اللي موجودة يدوبك تستوع بها سد الروسيروس طب لو فيه مياه خلف السد الروسيروس فده معناه ان السد هيتضر فاللي انا شايفه واللي انا متأكد منه ما هيحصل في الفترة اللي جاية مصر متمسكة بالحل السلم لحد اخر لحظة بس طبعا اسيوبيا متعنتة ووغدى موقف سلب من مصر ووغدى ساق موقف سلب من السودان ولا تفكر غير في مصلحتها بس وانا شايف ان مش من مصلحتها كمان ان هي تعمل كده احنا دول اشقاء لكن في حالة ان انت هتحكمني بالمياه وهتقول لي هتمسكت هتمسكتل ودراعي بالمياه لا احنا ساعتها هنضرب سد النهضة ساعتها مصر هتضرب سد النهضة وكلنا هنبقى مرحبين بالضربة دي واي اثار بعد كده اللي يحصل يحصل بعد كده اي حد يقول انت ما تعرفش الحرب لا احنا مجربين الحروب كتير اوى على فكرة وما حدش يلو دراع مصر في اكتر من حد من الناس اللي عم يتكلم يقولك الحل في ايد اسرائيل الحل في ايد اسرائيل لا احنا هنالف ناخده ازاي من اسيوبيا يعني اسيوبيا اذا كانت مفكرة انها بتلوي دراع مصر فاحنا مصر منهاش دراع يتلوي يعني زي ما بيقوله والحمد لله احنا الشعب المصر كله قادر ان هو يبقى جنود في معركة في معركة وجودية دي معركة وجودية اشتركوا في القناة